بينما تمر الذكرى السنوية الحادية والستون لثورة السادس والعشرين من أيلول التي أعلن بموجبها قيام الجمهورية اليمنية ترزح البلاد اليوم تحت وطأة أزمات عديدة أشعل فتي لها انقلاب ميليشيا الحوثي في الحادي والعشرين من أيلول 2014 فبعد نحو عقد من تاريخ الانقلاب يتلاشى الأمل بانتشال البلد الفقير من حافة الهاوية ترتجلى معالم انهيار الدولة بتوالي التقارير التي توثق الحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا الموالية لإيران بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتصعيد العسكري وقصف المناطق السكنية على الرغم من إعلان الهدى الرامية لتحريك عجلة السلام ووقف الحرب التي تركت آثاراً كارثية على جميع مناح الحياة فاليمن الذي يشهد اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة يواجه الملايين من سكانه خطر المجاعة بعد أن دمرت الحرب جميع قطاعاته وأصبح نحو ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في وقت تحتضن فيه مخيمات تفتقر لأبسط مقاومات الحياة أكثر من ثلاثة ملايين نازح وفي ظل دمار البنية التحتية وانهيار المؤسسات وتدهور الأمن الغذائي في البلاد تدق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من تبعات الأزمة الصحية هناك خاصة بعد أن تراجع التمويل الدولي إلى أكثر من 50% عام 2022 لينخفض بشكل أكثر حدة خلال هذا العام رغم التحذيرات المتكررة من تبعات انتشار الأمراض والأوبئة وأمام هذه المعادلة يواصل اليمنيون في هذه الذكرى دفع ثمن باهض لحرب لا تخدم سوى جندات طهران ودورها التخريبي في المنطقة وسط تباطئ خطى المجتمع الدولي الساعية لإخماد نيران النزاع وإنقاذ البلد الغارق بالأزمات